موسيقى موجز الأخبار من قناة عدن الفضاء اهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء وموساه إلى نائب رئيس الاتلاف الوطن الجنوبي علي المسلماني بوفاة والده عبد الباقي المسلماني وشهد رئيس الجمهورية في البرقية بمراقب الفقيد الوطنية وأدواره الإيجابية في خدمة الوطن وإسهاماته الاجتماعية في إصلاح ذات البين وعبر فخامة الرئيس عن أحر التعازي وأصدق الموساه بهذا المصاب الأليم سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان قصفت مدفعية الجيش تجمعات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في جبهة موريس شمال محافظة الضالع جنوب البلاد وقال مصدر عسكري أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعا للمليشيا الحوثية في منطقة يعيس شمال جبهة موريس ما أسفر عن تدمير عربات وآليات تابعة لها ومصرع وجرح من كان على متنها في السياق ذاته لقيا عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعهم من إيران أبطال الجيش والمقاومة أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع القهراء وصولان وزيلة شمال جبهة موريس وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا المتمردة وأجبرتها على التراجع والفرار تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مواقعها في شمال غرب الضالع وأفادت مصادر أن المضادات الأرضية تابعة لقوات الجيش الوطني المتمركزة في جبهته الجب وبتار أطلقت نيرانها على طائرتين مسيرتين تابعتين للمليشيا الحوثية وأضافت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط إحدى الطائرتين في منطقة صبيرة سقط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثي الإنقلابية إثر اشتباكات وصفت بالعنيفة بمختلف أنواع الأسلحة مع وحدات من القوات المشتركة في جبهة البرح غرب تعز وأضحت مصادر ميدانية أن قوات اللواء 20 مشاخ خاضت اشتباكات عنيفة مع مليشيا الحوثي بالقرب من مثلث البرح مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة وكبدت المليشيا خسائر في العتاد والأرواح قتل خمسة من مليشيا الحوثي الإنقلابية وأصيب أربعة وثلاثين آخرين في مواجهات مع قوات الجيش جنوب محافظة الحديدة غرب البلاد وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصادر عسكرية أن خمس جثث لمسلح الحوثي وصلت إلى مستشفيات صنعامة أربعة وثلاثين جريحا إصاباتهم متفرقة من محافظة الحديدة قتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية بنيران قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف شمال شرق البلاد وقال المركز الإعلامي للجيش أن تسعة من مسلح الحوثي قتلوا وأصيبوا في كمين محكم نصبه لهم أفراد الجيش الوطني في جبهة المهاشمة بمديرية خبوة الشعف وتشهد جبهات مديرية خبوة الشعف مواجهات مستمرة بين مليشيا الحوثي الإنقلابية وقوات الجيش التي تحكم سيطرتها على معظم أجزاء المحافظة انتهى الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة